بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة على الهوى الحقيقة أفكر حضراتكم أن إحنا بدين بقلنا فترة في سلسلة أبانا الذي أخدنا أبانا الذي في السماوات وأخدنا لتقدس اسمك وأخدنا ليأتي ملكوتك وأخدنا لتكن مشكتك إحنا الحقيقة بقلنا أسبوعين اتنين على نهاية السنة يعني عندنا الحد ده وعندنا الحد الجاي هيكون 27 إن شاء الله وكده هتنتهي سنة 2015 وعشان كده هنركز النهاردة على حاجة يهمنا قوي أن إحنا نحاسب نفسنا عليها طلبة جات في أبانا الذي بتقول واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبين إلينا واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبين إلينا الحقيقة لما ربنا قال أبانا الذي وعلمها للتلاميذ في الموعز على الجبل ابتدى ربانا يا سوع المسيح بعد ما خلص السبع طلبات اللي موجودة في أبانا الذي ركز على طلبة واحدة إيه الطلبة اللي ركز عليها؟ قال هكذا أنتم أيضاً إن غفرتم للناس زلاتهم يخفر لكم أبوكم السماوي يعني الطلبة الوحيدة اللي رب المجد عمل عليها تعليق هي واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبين إلينا ولو نخد بالنا إن الموضوع ده موضوع شرطي يعني إيه موضوع شرطي؟ واخفر لنا كما نخفر يعني زي ما بيقول فعل الشرط والجملة الشرطية إذا ذكرت نجحت أو لابد أن تذاكر حتى تنجح وهي نفس القصة كده إحنا مش ربنا مش يكفر لنا خطيانة إلا إذا إحنا غفرنا خطيانة للناس اللي ممكن تكون أسائت لحقنا وطبعاً لما بنقول للناس اللي أسائت لحقنا مش معنى كده واحد يعني قال كلمة في لحظة غضب أو أوي لآخره لا ده المقصود إن واحد يكون فعلاً غلط في حقي قوي زي مثلاً أيام الشهداء كانت الناس الوسانية اللي بتعبد الآلهة والأصنام كانت بيعزموا المسيحيين قوي ومع هذا المسيحيين من كل قلوبهم كانوا عارفين يغفروا إحنا كده لو معرفناش نغفر هيبقى الموضوع صعب قوي لإنه زي ما اتفقنا إن رب المجد وهو بيعلمنا أبانا لازي حطاها في سيغة شرطية إذا ما غفرناش مش هتغفر وإذا غفرنا يتغفر لنا الحقيقة النهاردة هنحاول نجاوب على السؤال السؤال ده ليه إحنا صعب علينا نغفر ليه بنغفر بصعوبة ليه أوقات كتير أقول مش قادر أسامح مش قادر أنسى مش قادر أخفر الحقيقة السؤال ده هو اللي هنحاول نجاوب علي النهاردة أفكر حضراتكم إن إحنا كنا مرة تكلمنا عن المغفرة في حلقة منفصلة بس إحنا بنعيد الكلام هنا تاني ليه؟ لإن إحنا هنا الحقيقة الحقيقة بنتكلم على أبانا لازي ومدام جات واغفر لنا زنوبانا كما نغفر نحن أيضا يبقى لازم نتكلم عنها إزاي نغفر لمن أسائلنا الحقيقة النهاردة هنناقش تسع أسباب بيخلوا الإنسان ما يغفرش تسع أسباب بيخلوا الإنسان ما يغفرش فتعالوا كده نفكر مع بعض أنا وإنتم ما بنغفرش ليه واحد أول سبب لعدم المغفرة هنسميه كده ضعف المحبة إذا وجدت المحبة وجدت المغفرة هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من آمن به أو كل من يؤمن به يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده إن ربنا من كتر حبه لينا دفع تمن خطيطنا وهو اللي سمحنا على خطيطنا اللي ما كناش قادرين نقدم عنها توبة معنى كده إيه؟ معنى كده إذا وجد الحب وجدت المغفرة وعشان كده تعالوا نراجع الحتة دي تاني مع بعض يعني هناخد أمثلة من الكتاب المقدس إيه الأمثلة ناخدها من الكتاب المقدس؟ المحبة الأبوية المحبة الأبوية دي عبارة عن قصة بتاعة داود وأبشلوم أبشلوم ابن عاصي جدا اتمرد على أبوه الملك الشرعي اللي ربنا ما اختاره وحب يقتص الملك لنفسه فعمل غلطة خطيرة قوي قوي عارفين الغلطة الخطيرة دي ايه؟ هقول لكم ايه هي؟ انه هو الحقيقة زنى مع نساء أبيه وطارد أبوه يعني ايه؟ يعني ابتدى يطرد أبوه وابتدى يجري وراه وابتدى يبقى فيه خصومة وعشان يكسر نفسه إن أبوه مش مالك مالي عن شعبه كسروا بحطة صعبة قوي إنه زنى مع كل نساءه يعني حاجة صعبة قوي 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 وبالرغم من كل ده علشان داود كان بيحبه لما سمح إن يقاب يطلع بقى عشان يحط حدود المعركة دي قال له كده ترفق بالفتى أبشلوم أو رفقا بالفتى أبشلوم يعني ما هنش عليه إن يقولك بقى هتهولي من شعره هتهولي متكتف ولو قدرت تقطعه قطعه ده إنسان عاصي عاصى على أبوه يبقى شوفه المحبة هنا تعمل ايه؟ حتى الابن المتمرد اللي حاول يزيح أبوه عن الحكم ويختصب الحكم من الأبوه من أجل الحب أبوه مستعد يغفر له ولو كان أبشلوم راح لغاية داود وقال له كانت حماقة يا أبويا سامحني كان لازم يسمح قصة تانية إنسان الحقيقة يعني طيبة قوي ابنها وقع في مشكلة إنه كان بيتعاطى بعض الحبوب المخدرة أو حاجة زي كده فخلى أمه يقلحها الدهب وقلحها كل حاجة وكان فيه شوية فلوس باقية وليلة قوي فهو ضربها علشان تطلع الفلوس دي وهو بيدربها الناس زي ما تقوله سمعت صوتها وفيه واحد من اللي موجودين من الجران كان ظابط بوليس فمسك الولد وتعمله قضية والولد أخذ حبس سنة إنه فيه شهود إنه كان بيدرب أمه وبيهنها الحاجة العجيبة الأم دي بدموع تيجي وتعيط وتقول يا ريتني كنت أنا إلا تسجن ولا يوم يتسجنه ابني أيوة ستي بس هو ضربك وربنا قال محدش يششم أب أو أم وليش مأب أو أم دي كانت عقوبة الرجل ابني غلط وبياخد عقوبة تقول لا أنا اللي كنت أخدها وهو ما ياخدهاش ياه للدرجة دي يبقى إذا وجدت الحب وجدت المغفرة طيب هنوقع عندي سؤال أوقات كتيرة قوي زوجة تزعى من زوجها وهي بتدعي إنها بتحبه الحقيقة لازم تراجع نفسها هي لو ابنها غلط هتسمحه ولا مش هتسمحه هتسمحه حتى لو ابنها كان مراهق وقال كلمة صعبة هتسمحه لأن عطيفة الأمومة أكتر من عرفة الزوجها اللي زوجها طيب هي ليه ما بتسمحش زوجها بتقول أصلا أنا حساسة يبقى المحبة هنا محبة سامحوني مش نقية يعني محبة فيها شوية حساسية اللي بيحب بيقدر يخفر وخاصة المدام الزوجيه واعتذر وقال أنا آسف ما كنتش أقصد نعديها بقى لكن أوقات بيبقى إحنا مجروحين أو يديها تخلينا نخش في النقطة التانية إيه النقطة التانية إحنا اتفقنا النقطة الأولى اللي بتخليني مغفرش هي نقطة المحبة الضعيفة أو عدم المحبة اللي ما بحبوش ما بغفروش واللي محبتي ليه ضعيفة بغفرله واللي محبتي ليه قوية ده أسهل واحد أغفرله زي ابني طب إيه تاني بيخليني مغفرش حاجة اسمها الزات أنا عندي أمتي كبيرة قوي قيمة نفسي قدام عناية كبيرة قوي وعشان كده لما واحد بيغلط فيها ما بفوتهاش بسهولة أو المح مكان أنا كبير ما رعاش سني ما رعاش تعبي ما رعاش إن أنا عملت وعملت 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 علشانه الزات دايما تطلب مال نفسها يعني إيه يعني هنقولها بصورة تانية بسبب الزات اللي جوايا لما أنا أغلط غلطة أقول يا جماعة أنا بشر سمحوني هتحطولي المشنقة طب أنا أغلط طب فيه المغفرة بقى كويس قوي إنك هتحاول تحنن قلب الناس عليك طب أنا هسألك سؤال في المقابل لما الناس غلطت إنت ما غفرتش ليه لك لا لا الزات دايما عائق للمغفرة عشان دايما حاسس إن أنا حاجة كبيرة بالرغم إن اللي تضع يعمل العكس وفكركم بالحكاية اللي حكيناها كتير قبل كده حكاية اتنين أخوات بس هنشوف الزات عملت إيه واللي تضع عمل إيه اتنين أخوات رهبان بيحكي لنا بستان الرهبان عنه بيقول إن هم كانوا عايشين في قلاية واحدة وكان الشباك زمال يصور كده يبقى جوه القوضة يبقى كأنه رف يعني فعلى الصور دوت أو الرف دوت حطه آآ مصباح المصباح ساعتها كان بالزيت يعني يحطه زيت ويحطه فتيل ويفضل الفتيل بيتغزع الزيت وشرجال فجات شوية هوا الهوا دوت إيه اللي حصل الهوا دوت رح وقع الفتيل ووقع كل حاجة وبعدين إيه اللي حصل بعد كده اللي حصل إن الأخ الكبير اعتقد إن ده إهمال من الأخ الصغير فقام وضربه بالألم إزاي يغلط الغلطة دي طبعا الأخ الكبير يمكن كانت في حالة من حالة الغضب كانت حالة من حالة إنه مجدود شوية حالة من حالات العصبية وضرب أخو بالألم الحقيقة الأخ ما كانش السبب ده شوية هوا وشباك هم اللي عملوا كده لكن هو قاله مش تفتح وتحط المصباح كويس ورح تداله بالألم حاجة غريبة طبعا لو أنا لتضربت بالألم وأنا مش غلطان ممكن أزعق في أخوي بلاش أزعق في أخوي هطلع من الألاية واسبها له هاخد منه موقف وتخاصم معاه الحقيقة الأخ الصغير كان مطادع قوي عارفين عمل إيه وطى لغاية الأرض وقال له كده سامحني يا أخويا على غلطي الحقيقة ما كانش غلط لكن من أجل تضاعه ربنا كشف أن اللي كان ورا كل ده الشيطان الشيطان هو اللي وقع بين الأخوات والشيطان هو اللي خلت كبير يتنرفز وهو اللي كان سبب في المشكلة وأول ما الأخ الصغير اتضع ووطى لغاية الأرض وقال له أخطيت أنا سامحني أنا ما كنتش أقصد يعني حط التهم على نفسه وهو ما عملش حاجة من أساسه ربنا من أجل تضاعه حرق الشيطان ده يبقى أنا أكتر حاجتين بيخلوني مش عارف أخثر ضعف المحبة نمرأتنين الزات الزات دي سبب مشاكل كتير قوي الزات دي ما قلتلكم تخليني أكبر خطية عارفين كده بتبقى في مرايات مدورة أوقات بتحطب بعض الحمامات تلاقي مراية فيهم بتكبر وش قوي ومراية تانية بتصغر وش قوي هي فكرة المرأة المقعرة والمرأة المحدبة فيعني المقعرة دي بتصغر والمحدبة دي بتكبر فالحقيقة إحنا قد بنعمل كده أنا بسبب الزات اللي عندي لما أنا أغلط أبص على المراية اللي بتصغر الخطية بتاعتي ولما غيري يغلط الحقيقة ببص على المراية اللي بتكبر الغلطة بتاعته يبقى الزات صعبة قوي 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 دي نمرأة واحد نمرأة اتنين المحبة أو إحنا بتدينا بعدها من المحبة وبعدين اتكلمنا على الزات السببين دولة يخلوا الإنسان صعب جدا 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 إن يغفر لأي إنسان غلط في حقه عشان كده رب المجد قال للتلاميزه كده قال كما أحببتكم أنا تحبون بعضكم بعض فإذا كان حبي أنا ليكم في مغفرة لفيلوبوس اللي قال قارنا القاب وكفانا بإسلوب بايخ وكانت في محبة كافية لبطرس اللي أنكره وكانت في محبة كافية لتومى اللي شك في قيامته إذا كان ربنا حبنا الحب ده اللي بيغفر الخطيئة الحب اللي خلاه على أقود الصليب بيقول اغفر لهم يا أبتاء لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون أو لا يدرون ماذا يفعلون أو يعني مش عارفين هما بيعملوا إيه فإذا كان المسيح التمس لنا ده أنا مش قادر التمس كده لأخويا فخلي بالكم من القصة دي لأن القصة دي ممكن تكون الحقيقة يعني صعبة شوية وهي قصة عدم مغفرة احنا قلنا سببين ضعف الحب والذات أو عدم اللطاع الاتنين دولة سبب واحد حاجة تاني آه حاجة تاني بتخلي الإنسان آه صعب أن يغفر آه حاجة اسمها قساوة القلب الإنسان اللي قلبه قاسي مش من مبادئه المغفرة ولا من مبادئه التسامح أم المبدائه إيه مبدائه الانتقام الانتقام يعني آه آه انت غلط لازم تتعاقب انت غلط لازم أساوي فيك انت غلط لازم أعمل في قصة بتبني لنا آآ آآ قصة مشهورة قوي كتبه أحد آآ الوداباء اللي في العصور الوسطى اسمه ويليام شاكسبير ويليام شاكسبير ده كتب كتابات كثيرة قوي منهم مصرحية اسمها تاجر البندقية بتتكلم على قساوة القلب إيه بقى تاجر البندقية عمل إيه تاجر البندقية كان واحد بيحب الأموال قوي بصرف النظر يعني هو حتى أنه يهودي في القصة دي وكان مرابي يعني بيسلف الفلوس بالفايز وفيه واحد استلف منه تاجر علشان يشتري بضاعة ويتاجر فيها ويكسب ويسدد الدين اللي حصل أن المركب اللي كانت هتجيب الوضاعة دي يا إما غرقت يا إما تاهت يا إما وصلتش فالراجل اكتشف أنه هو مجيون لمين لتاجر البندقية فتاجر البندقية كان فيه بينهم من بعد عقد قال له لو ما رجعتي ليش المبلغ بتاعي أوعى تفتكر أنا هسامحك هاخد رطل لحم من لحمك رطل لحم يعني حوالي مثلاً 400 جرام لحم هاخد قطعة لحم 400 جرام فالحقيقة الراجل فضل يلتمس ويقول له لا وقال له العقد عقد راحوا للقاضي فالقاضي الأولاني حكم فعلاً أنه لازم أو يعني كانت إجراءات القضية في الحكم أنه لازم يتقطع الرطل اللحم ده من جسمه القصة باختصار أنه فيه محامي بعد كده طلع ويدي ريقنا على القضاء أنه قال أنه العقد مكتوب فيه رطل طب لو القطعة دي جابت رطل إلا أو رطل وزيادة فرق الوزن يتخذ من لحم اليهودي هي كانت حركة فيها زكاء بالمحامي يعني أو المحامية اللي دفت عنه مش هاجي قصة القصة شوفه كان قدي إيه شكسبير عاوز يصور لنا حاجة اسمها قساوة القلب يعني إيه قساوة القلب الإنسان اللي قلبه آسي الحقيقة صعب جداً أنه يخفر دايماً أولويات قساوة القلب الانتقام أو الضار أو أنت اللي ابتديت ومدام أنت اللي ابتديت استحمل نتائج عملك أيوة إحنا حتى ممكن في وقتنا وقات نعاقب الغلطان في الكنيسة الكنيسة ما فيها قوانين للعقوبة بس الكنيسة وهي بتعاقب بتعاقب بحنية وهي بتعاقب بتعاقب من أجل خلاص النفس مش بتعاقب يعني تتشفى إحنا ما عندناش الكلام ده في مسيحيتنا العنف والقصوة إيه ده حاجة عجيبة قوي المهم طول ما أنت بتقول مش هسامح يعني مش هسامح وبالعكس أنا ناوي أخد حقي أنا ناوي أفضحه أنا ناوي أشهر به أنا ناوي أنا ناوي أنا ناوي أعرف إنك واقع في خطية اسمها خطية قساوة القلب خطية اسمها قساوة القلب وطول ما قساوة القلب دي موجودة جواك الحقيقة أنت مش هتوصل لأي حاجة هتوصل إنك هتبقى شخصية الحقيقة يعني أقول إيه مش هتتغفر لخطيتك لأنك أنت بأساوة حكمت على أخوك إحنا قلنا كم سبب لغاية دلوقتي يخليني مغفرش قلنا تلاتة ضعف المحبة الزات العالية قساوة القلب هناخد حاجة كمان وبعدين نختم بيها الفاصل الأولاني من ضمن الحاجات اللي بتخليني إن أنا مغفرش للآخر هو القاتي إن أنا كمان ناسي خطيتي شوفوا داود بيقول إيه خطيتي أمامي في كل حين لكن في الأول داود كان ناسي خطيته ناسي إنه غلط مع واحدة ما كانش المفروض يغلط معاه وناسي إنه قتل جزء اللي ما كانش المفروض يقتله فغلطته غلطة كبيرة قوي وغلطة مركبة قوي خليكوا معايا خليكوا معايا داود فضل كان ناسي خطيته ويعني عايش بقى في الخطية وخلاص يعني ضم الست للستات بتوعه وخلصت القصة لغت لما ربنا بعث له نبي اسمه ناثان ناثان لما راح لداود داود ابتدى يتكلم معاه فناثان سأله سؤال أو حكاله حكاية مثل يعني قال له كان فيه راجل فقير وراجل غني ونتكلكوا عارفين الحكاية إن راجل فقير كان عنده غنماية واحدة بيأكل معاها وينم معاها ويدف بيها والغني كان عنده أكتر من غنم كتير ولما جاره ضيوف دبح مين دبح الغنمية دي وأخدها ليه هو الحقيقة داود زعل أول من القصة دي قال الكلام ده يحصل في مملكتي حين هو الرب الذي أنا أقب أمامه يقتل هذا الرجل لأنه كان ناسي خطيته ما كانش فاكر إن الكلام عليه هو أتاري إن كان الكلام عليه هو وأول ما ناثان قال له القصة دي كان قصة رمزية وإنت صاحب الخطية دي بدل ما قال يقتل هذا الرجل قال ارحمني يا الله العظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحوا إذن كلنا بننسى خطيتنا كلنا بننسى خطيتنا وعشان بننسى خطيتنا ما بنغفرش للناس لو إنت بتفكر المسيح كل يوم بيغفر لك قد إيه هتغفر للناس أختم بالحكاية بتاعة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل أهي نفس القصة للناس دي كلها كانت ماسكة طوب والناس دي كلها كانت عاوزة ترجمها والناس دي كلها عاوزة تقتلها عارفين ليه؟ لأن كل واحد فيهم كان ناسي خطيته وعلشان أنا ناسي خطيتي أقدر أعمل أي حاجة فماسك طوبة وعاوزة أرجمها وبعدين المسيح رح قال قول قال من منكم بلا خطية بل يرميها بحجر أولا وبتدى يوط ويكتب على الأرض بقى سواء كان بيكتب الوصايا اللي هم كسروها بيكتب التعديات اللي بيقع فيها البشر أي حاجة المهم يعني الكتاب الإنجيل ما ذكرش والمسيح كان بيكتب إيه فمش أنا كتاعد في دي قوي لكن اللي حصل إن كلهم اتوبخوا ويسابوا الحجارة اللي كانوا سنينها علشان يدربوا بيها ست وكل واحد روح على بيته ليه روحت على بيتك؟ لأن لما افتكرت خطيتي حسيت إن خطيتي أنا حتى وإن كانت في الخفاء أعظم من خطيتي هي خطيتي أنا وإن كانت أعظم أو معظمة في الخفاء لكن أعظم من خطيتيها علشان كده أنا ما بغفرش علشان كده أنا قلبي آسي يبقى أنا ما بغفرش لأكتر من سبب يعني لوحد ضعف المحبة اتنين الزات العالية تلاتة أساوة القلب أربعة إن أنا ناسي خطيتي على فكرة أسباب عدم المغفرة تسع أو عشر أسباب هنستكملهم مع بقية الحلقة بس الحقيقة يعني دونا فرصة إن إحنا هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل الحلقة مع بعض بسم الأب والإبنة والروح القدس الإله الواحد آمين إحنا كنا بنتكلم النهاردة على واخفر لنا زنوبانا كما نخفر نحن أيضا مزيبين إلينا وإحنا اتكلمنا على أربع أسباب العدم المغفرة قلنا ضعف المحبة وقلنا الزات العالية قلنا قساوة القلب ونسيان خطيتي كل ده إحنا قلناه في النص الأولاني أو التلت الأولاني من حلقتنا عاوزين نتكلم بقى على برضو حاجات بتخليني أنا مش بسهولة عارف أخفر في حاجة بتخليني كمان مغفرش إن أنا ببرر عدم مغفرتي يعني إيه ببرر عدم مغفرتي واحد يقول لي سامح فأنا عندي ميت عذري خليني ما سامحش نمرة واحدة أقول له طاقتي كده يا أخي ربنا مش هيكلفني أكتر من طاقتي طاقتي إن أنا مش قادرة بقى أخفر أنا بقولك مش قادر على فكرة إحنا دايما بنقول الكلمة دي الحياة الروحية مفيهاش كلمة مش قادر فيها كلمة مش عاوز لأن ربنا لو عارف إن إحنا ما نقدرش ما كانش طلب مننا يعني ربنا مش طالب مننا حاجة علشان يعجزنا فيها ربنا طلب مننا حاجة عشان نتعب شوية ونجاهد شوية بس نعملها وبالتالي طول ما تقول أنا مش قادر أخفر طاقتي كده أخري كده الحقيقة أنت بتبرر عدم المغفرة ممكن تاني تبرر عدم مغفرة بتكلمة إنه هو ما يستهلش أساسا الغفران دا لو إنسان كويس أو لا دا وبنا آدم كويس أنا كنت غفرت له أنت عارفيني أن أنا طيب لكن أنا شايل منه كتير دا ما يستهلش أنت حكمت مرة أنه ما يستهلش وحكمت مرة أنه ليه طاقتك لما أنت بتقول ما يستهلش وانا طاقت دي آخرها ومش عاوز حد يفتح الموضوع دا معايا تاني معناها أنك أنت واخد قرار بعدم المغفرة وهذا القرار بتبرره لنفسك بس خلي بالك أنت ممكن تضحك على نفسك وممكن تسكت اللي حواليك حتى ضميرك ممكن تخرصه لكن الروح القدس وربنا اللي طالبك بوسية واخفر لنا زنوبانا كما نخفر نحن قايد المزنوبين إلينا هو اللي هيقولك تعالى هنا أنت ما غفرتش ليه فخلي بالكم أنا بتبريري دا بسيء لنفسي لأن أنا باخد قرار أن أنا مش عاوز أخفر أنا مش عاوز أخفر واجه نفسك بالحقيقة لأنك لو واجهت نفسك بالحقيقة أنت الحقيقة هتتفرق كتير قوي في جهادك وفي حياتك مع ربنا واصراعك مع ربنا أنا بابا عارفين يا جماعة مشكلة اللي بيبرر نفسه أن أنا مش قادر أخفر أو دا ما يستهلش أخفر له عمره ما هيقف قدام ربنا ويقول له يا رب ساعدني إن أنا أخفر لأخوي عارفين ليه أنا مش عاوز أخفر له أنا عاوزه يفضل مدان وتلزز أنا بداخلي أن الإنسان اللقصادي دوت مدان لأنه غلط في حقي خلي بالكم دي قصة صعبة أوي أوي عندنا جوانا كلنا من الحاجات التانية برضو اللي بتخليني أنا مغفرش حاجة هنسميها الحصالة حاجة هنسميها إيه الحصالة يعني إيه الحصالة دي الحصالة دي معناها إن أنا بحوش بحوش يعني إيه بحوش يعني أنا حتى لو ادعيت إن أنا فضيت قلبي ونسيت وسمحت ما بتكونش إيه الحقيقة أنا عملت نفسي نسيت عملت نفسي سمحت عملت نفسي غفرت عملت نفسي إن أنا عديت الموضوع لكن في كل الأحوال أنا لا غفرت ولا سمحت أنا اتمسكت بما يسميه ضمير حقي وبالتالي الحصالة دي أول ما تتنكش بتجيب القديم وبتجيب اللي وراء وعشان كده مثلا نسمع سيدة تقول إيه تتكلمسها على حماتها فتقول حماتي الله يرحمها أنا يا ما شفت منها كتير أنا كنت سكنة في بيت عيلة تتصور يا أبونا في أول سنة جواز حصل واحد اتنين وثلاثة وفي تاني سنة جواز حصل اتنين وثلاثة وثلاثة واربعة ولما هي عيت أنا محدش خدمها من بناتنا أنا مراتب نها اللي خدمتها بس هي أبونا عملت وعمل ومش قادر أنسة آه عندنا حصالة عندنا حصالة بصراحة يا جماعة الحصالة دي اسمها الزاكرة والزاكرة دي محدش يقدر يمسحها غير نعمة ربنا إن أنا ليه ونهار أقول له يا ربي كل الذكريات السيئة اللي بتخليني مش قادر أخفر كل الذكريات السيئة اللي بتخليني مش قادر أنسة من فضلك يا رب امسحها من قلبي ومن فضلك يا رب امسحها من ذاكرتي لأن طول ما الحصالة دي موجودة دي أكبر عائق أكبر عائق للدرجة إن في ناس تبقى كبيرة وتقول دا إحنا من وإحنا في ابتدائي وإحنا أخوات أنا مش قادرة أنسة أختي كانت بتعمل فيها إيه أو التانية تقول أنا مش قادرة أنسة أختي كانت بتعمل فيها إيه الحقيقة الكلام دا كلام صعب قوي قوي إن الواحد مش قادر ينسى ياه هذه الحصالة دي من أكتر الحاجات عارفين لي بقى مشكلة الحصالة إيه إن أول ما اللقصادي بيغلط غلطة صغيرة أول ما اللقصادي بيغلط غلطة صغيرة إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن أنا أفتكر تاني من أول وجديد كل كان عامله أنا كنت عامل نفسي ناسي التسعتاشر غلطة اللي غلطتهم بس أول ما غلط فيه الغلطة العشرين أنا جمعت تسعتاشر زائد واحد فافتكرت العشرين غلطة اللي غلطتهم في حقي كلنا عندنا حصالة بس يا ترى حصالة بتحوش للناس أفضلهم علينا؟ حصالة بتحوش للناس جميلهم علينا؟ ولا بننسى كل دوت وما مفتكرش غير موقف كان لسه فيه شاب بيتكلم معايا بيقوله إنه كان في المهجر بيعني هو إنسان أمين وبيفضح نفسه بيقولي أنا لما روحت هناك فيه أب كاهن هو اللي تولاني وجاب لي السكن وفضل يساعدني لغاية لما أدور على شغل واستقبلني في الكنيسة وجاب لي خدمة عمل معايا عميل لا يقل عن ميت حاجة صح وفي مرة من المرات يعني كنت أنا متعشم فيه حاجة وأبونا معملهاش تتصور نسيت العشرين حاجة كويسة اللي عملهم وافتكرت حاجة واحدة بس الحاجة اللي أنا كنت متعشم فيها وأبونا وأبونا معملها ليش قد إيه أنا وحش آه دي حصالة عكسية ما بتحوش الحاجات الحلوة لكن بتحوش الحاجات الوحشة وعلشان كده أنا وحضراتكم بنقع كتير في فكرة الحصالة اللي تعتبر أكبر عائق من عوائق المغفرة نشرح تاني من الأول ونقول ضعف المحبة واحد اتنين الزات العالية تلاتة قساوة القلب أربعة إن أنا ناسي خطيتي خمسة إن أنا ببرر عدم المغفرة ستة إن أنا عندي حصالة بحوش فيها أخطاء الناس ومش عارف أنساها ليهم خالص ألو 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 أيها بشوي زاكي حبيبي أهل بك يا حبيبي أهل بك يا حبيبي تفضل أهل بوتسك أنا كنت عايز أسأل سؤال في الموضوع المغفرة بعض إذن بوتسك تفضل آه إزاي أغفر ويكون عندي الاشتياق للمغفرة بدون ده ما يعتبر ضعف أو بمثابة تنازل عن حقي آه إزاي أوصل ده للأدامي إن أنا أغفر له بجد لأن ده ممكن يستغل آه إن ده ضعف إن ممكن يستغل كذا مرة إن الإنسان ده بيغفر فاعه يعني إزاي أعيش حياة المغفرة أو يبقى عند اشتياق للمغفرة آه بدون ما أحس إن أنا ضعيف أو متنازلش عن حقي عارف يا بشوي يعني أولاً متشكر خالص على اتصالك بس تتصور يا بشوي إن النقطة الجاية في حلقتنا إن أنا ما بغفرش لأن أنا بعتبر المغفرة ضعف حتى تلاقي الكنترول دلوقتي بيطلع العنوان على الحلقة على الهواء على طول إن النقطة السبعة مكتوب كده أنا لا أغفر لإني أعتبر أن المغفرة ضعف الحقيقة ناس كتيرة قوي الناس كتيرة قوي قوي ما بتغفرش لأنها بتعتقد إنه سامح كتير قبل كده ومش عاوز أقول كلمة يعني آسف إن أنا هقولها بس هقول للناس بتقول إيه يعني إنه بيعتقد إنه لو سامح يمشوي يعتبر نفسه ملتشى أو واحد اتنازل عن حقه مرة واثنين وثلاثة فسمح للقصاده إنه يزيد فيها أو يستبيح فيها خلي بالكم يا جماعة إحنا لما بنتكلم على فضيلة نلغي بقية الفضاء يعني أنا ممكن جدا أخفر بس يكون في حدود في التعامل بيني وبين القصادي ممكن أخفر وأعاتب ممكن أخفر بس بعد ما أخفر وأعاتب أو بعد ما أخفر وأحط حدود ممكن ألفت نظره وممكن كمان أكون معاه حاسب بس خلي بالك من جوه لازم أكون غافر الأول أصل كلمة غافر دي عبارة عن نقاوة قلبي بيني وبين الله دي ملاش علاقة بالآخر دلوقتي تاني يعني ربنا بيقولي إنتم سامح أم سامح ممكن ربنا بعد ما يقولي إنتم سامحه آه يقولي روح كلمه وقوله أنت غلط روح عدبه أنا بقولك أنك أنت ممكن تختصره أنا بقولك أنك عملت اللي عليك يا ابني وزيادة شوية كفاية كده وعلشان كده لما هنيجي نتكلم كيف أخفر هنتكلم على حاجات تانية بس إحنا لسه بنقول إيه اللي خليني ما بغفرش فالحقيقة فكرة أنك أنت تعتبر أن المغفرة ضعف ده هو ده الفكرة الخاطئ ده المغفرة يا حبيبي هي القوة بذاتها الإنسان البدائي الإنسان اللي في النموس خلي بالك في النموس يعني الإنسان اللي هو كان لسه يعني معرفش ربنا وانفتح قلبه على محبة ربنا شوف المسيح رب المجد بيقول إيه سمعتم أنها طيلة للقدماء عين بعين وسن بسن دي شريعة التوراة التوراة مكتوبة فيها كده عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم من لطمك على خدك أنت عارف بقية الآية يعني إيه الكلام ده يعني المسيح بيقول لو أنت اختبرت حبي واعتبرت أن صليبي ما كانش ضعف واعتبرت أن أنا وأنا مصمر وأنا مجلود بقول اخفر لهم يا أبتال لأنهم لا يعلمون ما اعتبرتش أن ده ضعف واعتبرت أن ده قوة والكنيسة كلها في لحظات الصلبوت بتقول لا لحني اسمه لك القوة والمجل ثوق تاتي جوم إذا اعتبرنا أن مغفرة المسيح كانت قوة ومش ضعفة هتبقى مغفرتي أنا للإنسان اللي أساء ليه هي القوة لأن الحقيقة أسهل حاجة أن أنا مغفرش لكن القوة أن أنا أقدر أغفر فالضعف مش هو معنى أنك ما تغفرش آسف الضعف مش معنى أنك أنت لو غفرت يتقال عليك ضعيف ده الضعف أنك ما تغفرش والقوة أنك تعرف تغفر بصرف النظر هناخد إجراء شكله إيه بعد كده بإرشاد الكنيسة وبإرشاد أب اللي اعترابه وبإرشاد الروح القدس وبإرشاد الكتاب المقدس وبإرشاد الصلاة اللي أنت بتصليها ربنا هيقول لك تعمل إيه بعد كده بس الأول لابد أنك أنت تكون تحررت من إيه من الإحساس بالإدانة أو الإحساس بعدم مغفرة أتمنى أن النقطة السبعة اللي شرحناها دي تكون جوبة عليك يا بشول إحنا كنا بنتكلم على النقطة السبعة في عدم المغفرة وقلنا أن أنا ما بغفرش لأني بعتبر أن المغفرة ضعف النقطة الثانية معانا مريم من الجيزة تفضاليا مريم أهلا بيك يا بنتي طب ممكن تعلي صوتك كان فيه سؤال محيّر جداً هو في حدود تبقى معابة عطرافي فكلما الإنسان بيفتح قلبه بالتضاع أمام أب اعترافه دي حاجة كويسة يعني فيه ناس بتعترف على قد الخطايا ده مش غلط لكن اللي يفتح قلبه أكتر عشان أب اعترافه يعرف إيه نفسيته ويقدر يحط له العلاج المناسب ويتناسب مع قمته ويتناسب مع طاقته النفسية ده أفضل لكن في حدود أنه هو أبونا متى للإجابة واضحة يعني لو أبقى عطرافي هنا ينزيادة وممكن صاعات يخدوني لو أنا لو أنا متى لا أنا أفضل أفضل لا يا بنتي أفضل لا ممكن يكون أب اعترافي ناقي جدا وطاهر جدا وبيعمل كده بحكم سنه وبحكم إن عاوز يديلك فيض الأبوة أو يطبطب عليك قدام مشكلة أنت بتقوليها بس أنا أفضل لا التعبير والتعاطف حتى يكون في نطاق التعاطف الروحي يعني معلش يا بنتي ربنا هيقويكي ربنا حاسس بيكي نصلي مع بعض أنا حط اسمك على المسبح هذكر اتصالاتي في مخدعي أنت بنتي وغلي علي ودايما بيقول بنتي بنتي غلي علي لكن التعبير الحسي حتى لو كان بنقاء يعني أنا لا أشك إنه ممكن يكون نق جدا لكن خلينا لنعطي فرصة للشيطان إن حتى يخليني أفكر هو ده نقي ولا مش نقي وبالتالي التعامل الحسي باللمس تماما مرفوض تماما معانا إيمان من فيصل اتفضل يا إيمان وانت طيب يا بنتي يعني هو أنا عايزة أكلم قتك في موضوع المغفرة ده يعني في مواقف كتير الواحدة اتعرض لها من هو صغير ومن هو بجير فمازلنا الحاجات المغفرة دي بتبقى صعبة جدا يعني مش سهلة يقصبونا إن الواحد فعلا يسامح صعب لأنه هو أدني في نفسيتي من وانا صغيرة طيب هقولك حاجة أنا أنا فاهم هقولك حاجة صغيرة وعودوا لهالك طيب مش رب المجد ياسوع قال بدون الله تقدرونا أن تفعلوا شيء بالضبط مش كده والكل ما تطلبونه مؤمنين في الصلاة تنالونه أيها إحنا بقى بنتبق على إن أطلب عشان واحد يخفه أطلب عشان واحد يشفى الكلام ده ما بيفرقش للناس كده هتكده هتموت بعد كده أنا بتكلم على إن إحنا لو طلبنا من الله وصارعنا مع الله من أجل الشفاء النفسي من بعض الجراحات ناس ظلمتنا ناس انتهاكتنا ناس اتحرشت بينا جسديا أو نفسيا كل ده أنا ممكن جدا في الصلاة ربنا يدويني وبعدين أنا ما بقولش أتعامل معاه بس من جوه أقول يا رب أنا مسامحاك حتى لو كانت خطيط طبعا الحلقة دي من أجل دقة الموضوع ما أقدرش أتكلم بالتفصيل لكن لو أنا فاهم أنت بتشتكي من إيه عايز أقولك إن فيه ناس كتيرة قوي كانت أكتر مشكلة عندهم أساساً أن يفتحوا قلبهم لأب باعترافهم ويقولوله إن إحنا في طفولتنا أو في بداية مراقتنا كان فيه حد من العيلة اتحرش بينا والموضوع ده كان صعب قوي علشان يقولوا أساساً لكن بعد ما قالوا وفتحوا قلبهم وتكلموا فيه دي كانت بداية الشفاء بعض التدريب النفسية وبعض التدريب الروحية بتعالج لدرجة إن نشكر ربنا نشكر ربنا نشكر ربنا تقريباً نسبة النجاح بتتم مية في المية في إن الإنسان يتعافى ويقدر يخفر بس مش معنى إن يخفر إن يرجع في علاقة عادية مع الناس دي لا بيتجنبها أو بيتجنبها لكن بين جوه بيقدر يخفر ربنا يديك نعمة دي ساعة معنى اقريني من الديزة تفضي يا اقريني الو الو ايو يا بودة بانا معا حضرتك تفضي انا يا بودة مش تسامح تسعوبة يعني يعني فكرة بطرس فكرة طب أنا سمعت فكرة بطرس لما المسيح بيقوله أسامح سبع مرات قاله إيه؟ قاله سبعين مرة سبع مرات ممكن تكون دي صعب علي إن أنا سمح ربعمائة وتسعين مرة واحد عمل نفس الغلطة طب أعمل إيه بقى؟ ما إحنا قلنا ربنا يقدر يعمل فيه إلا أنا مش قادر أعمله أنا شغلتي أحاول بكل قوتي ده اسمه الجهاد دايما في قاعدة حلوة قوي في الحياة الروحية بتريحنا كلنا اللي علي أعمله واللي فوقية يكمله اللي علي أعمله واللي فوقية يكمله يعني إنت شغلتك إنك تعمل إلا عليك وشغلت ربنا إنه يكمل عجزك وضعفك فيدي لك الشفة النفسي ودي لك الشفة تلاقي قلبك واسع قلبك واسع زي كده ما تكوني إيه؟ أم كبيرة قوي وعندك أطفال صغيرين والأطفال الصغيرين دولة قاعدين يهزروا معاك ويشدوا في فستانك ويشدوا في شعرك شوية ويشدوا في الحلق اللي في ودنك شوية وتلاقي نفسك مزعلانة حاجة عجيبة قوي من كتر الصلاة ومن كتر الإنسان يقول له أنا عاوز أتم من وسطك رب ومش عارف ربنا هيديله القلب ده ربنا يديك ويديني بس حاولي أكتر ويصلي أكتر ومغفراننا للناس ده أكيد لازم يكون موجود وإلى ربنا مش يغفر لنا خطيط على العموم هو لسه فيه جزء كيف أغفر يعني مش هنلحقوا الحلقة دي هنلحقوا الحلقة الجاي إحنا لسه عندنا نقطة أو نقطتين ووقتنا سرقنا اسمحولنا نطلع الفاصل التاني ونرجع بسرعة نكمل مع بعض إحنا أخدنا لغاية دلوقتي سبع نقطة ويخلوني مغفرش النقطة التامنة اللي هناخدها في عدم المغفرة حكاية الإشفاق على الذات يعني إيه الإشفاق على الذات؟ إن أنا بحس إن أنا مظلوم بحس إن أنا مظلوم أو الرفاء عن نفس يعني إشفاق على الذات أو الرفاء عن نفس أنا بحس إن أنا مظلوم يعني إيه؟ طول ما أنا فيه مشكلة واحد فيها ظلمني بحيط بعيش في دور المظلوم عشان الناس تتعاطف معاي أنا لو غفرت وسامحت وانسيت الموضوع ده مش هتكلم في الموضوع ده فهفقد إحساسي بالاهتمام في عندنا الناس الناس كانت متعاطفة معايا تقول لي حرام أنت استحملت كتير وأنا بقى عجباني النغمة دي قوي إن أنا أصعب على الناس اللي حوالي وقاعد أشتكي وقاعد أشتكي ومش قادر أغفر زي مثلا بنت خطبها سبع أو حصل مشكلة فالناس كلها متعاطفة معاها الحقيقة هي لو قالت أنا سامحت وانسيت الموضوع ده ومحدش افتح الموضوع ده معايا تاني محدش أقول لها يا حبيبكي صعب أنا عليك تظلمت استحملك ده كان عصبي ده كان صعب ده كان ده كان ده لكن هي طول ما أنا مش قادر أسامح وبتكلم وبقول أنا مش قادر أنسى حصل فيها وفيها وفيها ولاقي نظر التعاطف من الناس بصراحة بصراحة بزيد فيها فأنا لو سمحت ما يبقاش عندي قضية يعني ما يبقاش عندي قضية يعني مش هشتكي من حاجة وبالتالي هفقد تعاطف الناس معايا وأنا مش عاوز أفقد التعاطف ده وعلشان كده أنا مصر أن أنا أفضل أتكلم على مشكلتي يبقى ده أحد عوائق المغفرة أن أنا برث على نفسي أو برث على نفسي أو يعني بشفق على ذاتي فعشان بشفق على نفسي على ذاتي أنا مش عاوز أخفر عشان تبدل الناس متعاطفة علي نقطة كمان قبل ما نجاوب الأسئلة بتاعت الإيميلز اللي جات لنا أنا الحقيقة لا أخفر لأنه يوجد مشعل فتنة يعني إيه مشعل فتنة يعني كلما أنا أهدى في ناس تقومني يعني أنا عندي مشكلة مشكلة الحقيقة جات لي بالبريد من أحد البلاد في سيدة كانت على خلاف مع زوجها وبعدين رجعت لبيت أهلها فأهلها حطوا شروط خطيرة جدا الشقة الإيجار تتحول لشقة تمليك ويكتب بإسمك في البنك 200 ألف جنيه وهو الحقيقة كل اللي عنده مثلا هم المتين ألف جنيه طب هيكتبه بإسمها واللي يجيب لها بشقة تمليك حطوا الشروط مجحفة جدا فهي صاحب عليها جزء لأنها برطو بتحبه كانت لحظة زحد فبدأ ما يقول لها معلش يعني نسامحه وهو جاي ويعتذر وخلاص بقى أنت ملكيش غير بيتك وملكيش غير ولادك وملكيش غير جوزك أشعلوا بقى الفتنة أشعلوا الشعلل والجو إحنا بنقول لك أهو وروح معلولها بقى شرط خطير قوي لو أنت خرجتي ورجعتي بيت جوزك وبعد كده دباحك بالسككين إحنا هنقطعك إلى النهاية ليه هنقطعك إلى النهاية لأنك أنت صغرتينا إحنا كنا عاوزين نجيب لك حقك ونقف في ظهرك أنت اللي فردت بحقك فمن هنا ورايح أنت ملكيش أي حقوق تطالب بيها ينهر أبيض ينهر أبيض للدرجة دي في ناس بتلهي بالفتنة للدرجة دي في ناس بتقوم الناس للدرجة دي في ناس بتعمل كده آه في ناس ما تعرفش تطف في النار لكن في ناس بتعرف تشعل النار يعني أنا يبقى عندي استعدادة للمغفرة ويقول ليه طول ما أنت ضعيف كده وطول ما ما عندكش شخصية وبتسامح وبتنسى ما فيش فايدة منك صحيح الحكمة في بعض الأحيان قلنا يبقى في حدود وفي بعض الأحيان ممكن يكون فيه فترة كده يعني عتاب لكن مش لدرجة إن واحد يقومني إن أنا مغفرش لأن اللي بيقومني ده بيتمم عمل الشيطان فيه لأن بيكسر وصية المسيح لأن وصية المسيح وطحة جداً أن نغفر لكي يغفر لنا واخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمزنبين إليه يظهر موضوع المغفرة دوت يمكن ياخد مننا كمان التلت الأولاني من الحلقة الجاية قبل ما نخش لكن نجينا من الشريف فلأن لسه فيه كلام بس علشان وقتنا وعندنا شوية إيميلز اسمحوا لي في الدقايق اللي بقية أجوبها معاكم هنركز في الإيميلز شوية فيه سؤال بيقول عندي سؤال هل يحل المتزوجين حديثاً أول سنة زواج أن لا يصوموا أصوام الكنيسة في أول سنة زواج وهل يتناولوا أم لا وشكراً الحقيقة محدش قال أبداً أبداً أن السنة الأولى في الجواز يبقى العريس والعروس واخدين حل من الأصوام الحقيقة الكلام ده مش صح خالص يمكن يكون لما يكونوا أول يعني يتجوزوا النهاردة أو يتجوزوا يوم الثلاثة والصوم هيبتدي مثلاً يوم الخميس ومراحين يسافروا هانيمون بتاع ياخدوا حل من أب باعترافهم كده بأربع خمس تيام أسبوع ماء يمكن يمكن لكن القاعدة إن إحنا لأ بنصوم كل أصوام الكنيسة ولكن عايز أقول حاجة تاني في حاجة تسمى الأصوام الجسدية ودي تمث العلاقة الزيجية الجسدية بين الزجين ممكن فعلاً تكون الكنيسة بتدي فترة سماح في السنة الأولى مش كلها برضه لكن بيبقى بالترتيب مع أب الاعتراف فممكن أب الاعتراف يقول مثلاً ممكن نكتفي في أول سنة جواز إن إحنا نصوم أسبوع من كل صوم جسدياً بعدين نزوده شوية فده بالاتفاق مع أب الاعتراف فلما الكنيسة حتى بتسمح بتسمح على مستوى العلاقات الزيجية للعرسان وده بالتفاهم مع أب الاعتراف لكن الصوم التاني اللي هو صوم الأكل والشرب لا الحقيقة إيه اللي يكسره ما إحنا بنحبه بعض أكلنا فول بنحبه بعض أكلنا لحم إحنا بنحبه بعض وبالتالي الحقيقة يعني إن العرسان دولة نعفيهم من الصوم في أول سنة محدش قال كده خالص خالص في الكنيسة في سؤال بيقول لو سمحتوا أنا مشكلتي إن فاضي كتبة فاضي قد ويقع خمستاشر ألف وربعة أنا فاضية طيب يا ستي يعني وقتي فاضي ومفيش حاجة ورايا بعمل كل حاجة علشان أشغل وقتي لكن بذهق لأن ما فيش ورايا رسالة أو هدف نفسي أشتغل لإني مؤهل عالي وديبلومة ملحوظة أنا بخدم لكن بذهق من الخدمة بسبب أن ما فيش ورايا حاجة غيرها فبحث أن أنا مخنوقة منها لأنني مش مكرسة علشان معملش في حياتي حاجة غير الخدمة السؤال الأساسي هنا هو ربنا مبسوط ولا دي إرادته إن كده الموضوع ما لهش علاقة بإرادة ربنا الموضوع لعلاقة أنك تدوري على شغل ولازم تشتغل طب أنا مش شغالة كفاية أو يعني مش لقيا شغل طب إيه المانع أن يكون عندك هدف أنك تقولي مثلا هدخل وامتحن في أحد المعاهد اللغة الإنجليزية وبعدين مثلا أقوي نفسي بثلاث مستويات يعني إذا كنت أنا مستوية في المستوى الرابع أخذ الخامس والسادس والسابع وهكذا عشان أحسن اللغة بتاعتي وحسن التعامل وحسن الكلام وحسن الاستماع وحسن الترجمة بالشكل ده أنت هتملي وقتك نمرة 2 يا ستي ده أنت فاضية حتى الخدمة هتزهقي منها أنا آسف أن أنا أقولك إنك أنت زهق أنا من كل حاجة بتعمليها هتملي بيها وقت فراغك طبع أنت ممكن لما تشتغلي تزهقي كمان في حاجة جوانا من الصح بتخلينا نزح إنك أنت ما عندكش ما يسمى بالمصابرة أو الاستمرارية فمن فضلك لأ أنا مبالكش تخدمي طول الأسبوع اخدمية 6 يومين بس اخدميهم بأمانة وخدي كورسك يومين وانزليهم بأمانة واملي يومك ما تخليش نفسك فضي ودوري على شغل وربنا هيبعد لكن الفضل اللي أنت فيه هيكون مصدر للملل ومصدر للديق ومصدر لحاجات كتير وقتنا برضو خلس معانا بسرعة هو كان لسه تضلنا إيميل واحد من أشرف ناصر وإن شاء الله يا أشرف الإيميل بتاعك نجاوبه المرة الجاية لأنه وقتنا خلس على الهوى كده ونتقابل على خير الحد الجاي اللي هيعتبر الحد الأخير في 2015 لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين